عشان تكون بطل وعشان تشجع فريق بطل فما كانك معروف النادي الاهلي مصنع الابطال ظروف صعبة جدا مرينا بها في بطولة كأس العالم للاندية او عشان نكون بنقول كلام دقيق ما قبل بطولة كأس العالم للاندية ما قبل بطولة كأس العالم للاندية النادي الاهلي بيتحرم بينحرم من لعبته الدوليين الناس بتبص على بطولة أم أفراكة فقط لغير لا تاريخ 30-12 كان لعيبي النادي الاهلي بينضموا عشان البطولة العربية فتخيل 6-7 لعبين من القوام الرئيس للفريق مش موجود بيتدربوا مع المدير الفني بنروح نلعب البطولة العربية لغاية يوم 18-30-11 ويوم 18-12 بتعود اللعيبة دي عشان تلعب ماتشين فقط لغير مع المدير الفني مباراة الرجاء اللي حسمناها بعد ما كنا متأخرين 1-0 لان دي جينات النادي الاهلي ثم مباراة فيوتشار في الدوري ثم ذهب اللعبون مرة أخرى لمنتخب مصر رجعوا لنا أمتى؟ رجعوا لنا قبل مباراة نصف النهائي بل مرس بيوم واحد أقل من 16 ساعة على موعد مباراة نصف النهائي كأس العالم للأندية فتخيل عزيزي المشاهد 60 أو 70 يوم المدير الفني مش قادر يعمل تدريب لعيبته فيه كاملين طبعا في ظل الفترة دي كان عندنا إصابات وإصابات قوية وغيابات كبيرة جدا يكفي أن أقول لك حارس مصر الأول حارس أفريقيا الأول الكابتن محمد الشناوي اللي بعض الحراس بيتصرعوا من أجل أنهم يثبتوا أنهم قادرين على تعويض غياب محمد الشناوي في حالة إصابته لكن في حالة أن الكابتن محمد الشناوي على أرض الملعب هو حارس أفريقيا الأول داخل القارة والحارس الأفضل في دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا غياب محمد الشناوي أكرم توفيق في أول مباراة مع أم أفريقيا بيغيب روباط صليبي بدر بنون أثار كورونا فغيابات كتير كتير بيرستاو بعد أمراض سموحة والمحترف رقم 2 في الأعلى قيمة تسوقية بعد أليو ديانج بيغيب والمفترض أن أنت عندك 14 لعب ورايح تقابل فريق منترية المكسيكي اللي هو فايز عليك بنجومك مرة خمسة ومرة اثنين ظروف صعبة صعبة جدا كمان وكل الناس ومن ضمنهم أنا كنت متوقع أن الطبيعي أننا هنلعب على المركز الخامس والسادس لأن فريق منترية فريق صعب جدا ولكن النادي الأهلي مش بس بيخليلك الصعب سهل ده كمان بيقولك أوعى تشك ولو لحظة واحدة في النادي الأهلي أوعى تشك ولو لحظة واحدة في روح الفنالة الحمرة أوعى تشك ولو لحظة واحدة في الأهلي بمن حضر يكون هاني المنديالي حديث المنديال ويسجل هدف عشان تسعى تقابل بالميرس ما تكونش موفق ولكن تروح تواجه الهلال الهلال اللي بقى لنا أربع سنين بنسمع من المنافسين أن الأهلي خاف يواجه فريق الهلال السوداني الأهلي هرب من مواجهة فريق الهلال السعودي بطولة السوبر المصر السعودي اللي فاز بها نادي الزمالك طبعا وما تبعها من أحداث فييجي النادي الأهلي يواجه الهلال السعودي في كأس العالم للأندية بطولة يشرف عليها وينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في تحديد المركز الثالث والرابع فريق الهلال السعودي كان مستعد تماما تماما لتحقيق مدالية على الأقل في بطولة كأس العالم للأندية وبزل مجهود كبير أنه يحاق ده وأدى مباراة للأمانة رائعة جدا أمام تشيلسي ولكن النادي الأهلي في ظل غياب ست لعيبة أساسية ست لعبين أساسيين اللي تقال أنه هرب من مواجهة الهلال السعودي يمنح الهلال السعودي درس في كرة القدم ويفوز بربعية بأقل مجهود فيحق النادي الأهلي المدالية البرونزية هو ده النادي الأهلي اللي احنا تعودنا عليه اللي حتى لما كنا بنقول الطبيعة والمنطق نلعب خامس و سادس قال لا ده نادي الطبيعة والمنطقي إن أنا كنت لعب نهاية كأس العالم الأدية عشان كده كان في لقطات مع جماهير النادي الأهلي بعد مرات الهلال بقينا مسدقينها كويس قوي ودي رسالة للنادي الأهلي إدارة جهاز فني لعبين الجماهير دلوقتي بقيت بتقول في يوم ما هيكون النادي الأهلي بطل بطولة كأس العالم الأدية